قدر تضحق الانسردن الحمد لله والشكر لله كنا مبتهدين في التمرين مع الكابت المحمد عدنا كويس عدنا المطش كويس جدا حطلنا بلان كويس نمشي عليها الحمد لله ان احنا نرز ازاها فاول الفايت شوف الفايت هيمشي ازاي والعنده لما كوتش عايز ياخد وينزل بها تحت خط وانزلت معها تحت تعبت معها تحت جرنت عن تفاوض وخلطت الفايت الحمد لله صمشها طب ايه اللحظة يا كوتش اللي حسيتنا المطش فيها بيروح منك وده تدرجع تاني والله مفيش اللحظة دايت انا كنت كل الدربات اللي هو سما كان هو فول مونت عندي كان كله درباته في الديفنس بتاعي ما حسيتش المطش انا كنت بقى دا خالص حتى ما شوف الصغرة لانا هطلع منها وتلعت من الصغرة دي تلعت على بطشان تاني وغيرت وكسبت الحمد لله طيب كلمة منك بقى لكل الناس اللي حاضرين النهاردة مشجعوك يا كوتش وكلمة برضو اللي خان قدامك وخسر برضو كابتل اول حاجة انا بشكر كل الجماهير وكل الفانز وكل الناس اللي هي دعمتني واللي ما دعمنيش بشكرهم وان شاء الله باوعدهم ان شاء الله كل اللي جاي بإذن الله احسن واحسن ان شاء الله بشكر سمع المدربي كابتل محمد ابحميد اللي هو يعني الاب الروحي للفريق بتاعنا بشكر دماراتي في الفريق بسم المنظمة الجميلة مستر خالد ابحميد اللي بيضحب كل غالي والنفيس ومن اجل المنظمة ومن اجل رفعة الامامي في مصر ومن اجل جميع اللاعبين بدعمهم بكل الاشكال اللي ممكن محدش يتخيلها فبشكره جدا جدا على التنظيم الهائل البطولة الجميلة اللي زيها متقلش عن اعلى بطولة من افضل البطولات اللي بتقام في برا في اوروبا او في امريكا او اي مكان الحمدلله عن دينا تنظيم الهائل فبشكره على كل المجود الهائل ده طبعا بشكر والدتي زوجتي اهلي جميعا اخواتي اشتركوا في القناة